اشتركوا في القناة هيا يا أبنائي أحسنتم أجلسوا جلسة صحيحة وأرفع يدي عند الإجابة أحسنتم ماذا بعد أنصت للمعلم في أدب أحسنتم وماذا أرفع يدي قبلا أتكلم أحسنتم أحترم الآخرين وماذا لا أؤذي ثملائي أحسنتم يا أبنائي الأعزاء وبعد أن انتهينا من القوانين الصفية ننتقل الآن إلى عنوان درسنا اليوم وهو أسماء الإشارة والآن مع الأهداف الدرس أولا أن يذكر الطالب أسماء الإشارة ثم يميز الطالب أسماء الإشارة ثالثا أن يوظف الطالب أسماء الإشارة في جمل بسيطة بشكل صحيح أبناء الأعزاء هل يوجد شيء في اللغة العربية يسمى اسم إشارة؟ هيا تابعوني ربما رأينا عصفورا في السماء ونريد أن نشير إليه ماذا نقول؟ أو رأينا فراشة جميلة أو رأينا زرافتين جميلتين أو رأينا مهندسين نشيطين أو رأينا أيضا رجال أطفاء أطفاء أو طبيبات كيف نشير إليهم؟ ماذا نقول؟ هذا الطالب هذا الطفل الجميل أردت أن أشير إليه ماذا أقول؟ هذا ولد مجتهد وهنا رأينا هذه الصورة ما في هذه الصورة؟ من يخبرني؟ نريد أن نشير إليه ماذا نقول؟ هذا بحر وهنا أيضا نريد أن نشير إلى هذه الصورة فماذا نقول؟ هذا باب وهنا صورة دفدع نريد أن نشير إليها ماذا نقول؟ هذا دفدع والآن يا أبنائي هيا بنا نحلل الجمل السابقة الجملة الأولى هذا ولد مجتهد الجملة الثانية هذا بحر هذا باب هذا دفدع من المشار إليه في الجملة الأولى؟ ولد والجملة الثانية بحر ممتاز أحسنتم والجملة الثالثة باب أحسنتم يا أبنائي والجملة الرابعة دفدع أحسنتم هذا بما نسمي نسمي المشار إليه أحسنتم ولد واحد بحر واحد باب واحد ضفدع واحد إذن ما نوعه؟ مفرد إنه مفرد دل على ماذا؟ من ناحية التأنيس والتذكير نوعه مذكر ولد مذكر بحر مذكر باب مذكر ضفدع مذكر وما الأداء والإسم الذي أشارنا به إلى هذه الأشياء الموجودة في الجملة؟ اسم الإشارة هذا هذا ولد إذن هذا ولد يشار إليه إلى المفرد المذكر هذا بحر هذا باب هذا ضفدع أحسنتم يا أبناء من منكم يستطيع أن يستنتج للقاعدة؟ هيا بنا نستنتج القاعدة اسم الإشارة هذا يستخدم لمن؟ من يجيب؟ هيا يا أبنائي أحسنتم للمفرد المذكر إذن فهذا يستخدم للمفرد المذكر أحسنتم يا أبنائي والآن ننتقل إلى اسم آخر من أسماء الإشارة هيا بنا عندما نرى هذه الفتاة الجميلة نريد أن نشير إليها ماذا نقول؟ هذه بنت جميلة وهذه نشير إلى السفينة ماذا نقول؟ هذه سفينة كبيرة أحسنتم الآن نعود إلى تحليل الجمل السابقة هيا بنا هذه بنت هذه سفينة هذه بقرة هذه الجمل بدأت بإسم الإشارة الثاني وهو هذه بنت الذي أشرنا إليها بنت سفينة بقرة هي بنت واحدة سفينة واحدة بقرة واحدة فإذا هي مفرد وماذا دلت من التأنيس والتذكير على ماذا تدل نوعها؟ مؤنس أحسنتم يا أبناء الأعساء وما الإسم الذي استخدمناه للإشارة؟ إلى هذه الجمل الإسم الإشارة هذه هذه بنت هذه سفينة هذه بقرة أحسنتم يا أبناء إذن استخدمنا هنا إسم الإشارة هذه للمؤنس المفرد أحسنتم هيا بنا نستنتج القاعدة من منكم يستطيع أن يصيغل القاعدة هيا يا أبناء إسم الإشارة هذه يستخدم لمن؟ أحسنتم يستخدم للمفرد المؤنس أحسنتم يا أبناء الأعزاء بارك الله فيكم هيا ننتقل إلى هذا التدريب ماذا نرى في هذه الصورة؟ من يجيب؟ نعم ولد جميل مشتهد نريد أن نشير إليه ماذا نقول؟ هيا هذا ولد نشيط أحسنتم بارك الله فيكم ماذا نرى في هذه الصورة؟ ونريد أيضا أن نشير إليها من يجيب؟ هيا هيا يا أبنائي أحسنتم هذه طفلة صغيرة أحسنتم إذن نستخدم هذه للمفرد المؤنس وهذا للمفرد المذكر أحسنتم يا أبنائي والآن ننظر إلى هذه الصورة ماذا نرى؟ نرى ما هذا؟ ما هذا؟ عصفوران جميلان أحسنتم نريد أن نشير إليهما ماذا نقول؟ هيا من يجيب؟ ماذا نقول؟ هذاني عصفوران جميلان أحسنتم مرة أخرى هذاني عصفوران جميلان أحسنتم يا أبنائي وهنا ماذا نرى؟ من يشير إلى هذه الصورة؟ هنا طالبان نريد الإشارة إليهما ماذا نقول؟ هذاني طالبان أحسنتم ماذا نرى؟ قلمان أحسنتم نريد أن نشير إليهما هيا هيا من يجيب؟ أحسنتم هذاني قلمان أحسنتم بارك الله فيكم وهذه الصورة الجميلة من يشير إليها؟ كتابان هذاني كتابان أحسنتم أحسنتم يا أبناء الأعزاء والآن سننتقل إلى تحليل الجمل هيا بنا نحلل الجملة هذاني عصفوران هذان طالب طالبان هذان قلمان هذان كتابان ماذا أشرنا في الجملة الأولى إلى من؟ عصفوران ومن طالبان ومن طالبان والجملة التي تليها قلمان وهنا كتابان بماذا نسمي هذا المشار إليه ما نوعهما؟ مثنة أي إثنين مثنة إثنين أحسنتم إذن فعصوران يدل على مثنة نعم أحسنتم ونوعه من ناحية التذكير والتأميز مذكر طالبان مذكر قلمان مذكر كتابان أيضا مذكر أحسنتم وما اسم الإشارة التي أشرنا بها إليه؟ اسم الإشارة هو هذاني عصفوران هذاني طالبان هذان قلمان هذان كتابان إذن أبنائي ماذا تحليل هذه الجملة؟ ننتقل إلى القاعدة من منكم يستطيع أن يستنتج للقاعدة؟ هيا بنا يا أبنائي إذن اسم الإشارة هذا نستخدمه لمن؟ من يجيب؟ أحسنتم للمثنى المذكر أحسنتم يا أبنائي الأعزاء إذن اسم الإشارة هذا نستخدمه للمثنى المذكر أحسنتم بارك الله فيكم يا أبنائي هيا بنا ماذا نرى في هذه الصورة؟ هيا يا أبنائي رجال إطفاء أحسنتم نشير إليهم بماذا؟ هؤلاء ممتاز بارك الله فيكم يا أبنائي أبنائي ننظر إلى هذه الصورة ماذا نرى؟ أحسنتم طالبات هيا من يشير؟ ما اسم الإشارة هنا؟ هؤلاء أحسنتم هؤلاء طالبات أحسنتم يا أبنائي الأعزاء والآن ننتقل إلى القاعدة هيا من يخبرني اسم الإشارة هؤلاء يستخدم لجمع المذكر وجمع المؤنس أحسنتم يا أبنائي تعلمنا أسماء الإشارة للمؤنث والمذكر للمفرد والمثنى والجمع والآن ننتقل إلى هذا التدريب هيا يا أبنائي هيا نملأ الفراغ باسم الإشارة المناسب هؤلاء هذا هذا طالب قطري ماذا نستخدم؟ هيا يا أبنائي نشير إليه بماذا؟ هذا طالب قطري أحسنتم والصورة الثانية هذان طالبان قطريان أحسنتم والصورة الثالثة هؤلاء طلاب قطريون أحسنتم يا أبناء الأعزاء وإلى التدريب الآخر هيا هؤلاء وهذه وهتان هنا طالبة قطرية هيا يا أبنائي من يجيب؟ أحسنتم هذه طالبة قطرية أحسنتم بارك الله فيكم وهنا طالبتان قطريتان هاتاني طالبتان قطريتان أحسنتم وهنا هؤلاء طالبات قطريات أحسنتم يا أبناء الأعزاء والآن يا أبنائي وصلنا إلى المرحلة الأخيرة فهي بنا نتذكر سويا أسماء الإشارة التي درسناها اليوم هذا هذه هذان هتان هؤلاء هيا معا نلعب هذه اللعبة سويا لدي مجموعة من السور وأسماء الإشارة هيا يا أبنائي نضع علامة الوجه الضاحك أسفل السورة هذا أحسنتم وهنا هذه والسورة الثالثة هذان والرابعة هاتان أحسنتم يا أبنائي الأعزاء وبذلك أبنائي الأعزاء وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقامة ترجمة نانسي قنق dikkاتي اشتركوا في القناة